في أحد المقاطع ذكرتي موضوع الأخطاء ساميا يعتقد أن الأشياء التي تنظرها أكثر من الأخطاء ممكن تذكري لنا خطأ أو أكثر من الأخطاء التي أثرت فيك في حياتك وكيف تعاملت معها وإيش نصيحتك للأشخاص الذين دخلين مراحل جديدة يبغى لنا كتاب بس حق الأخطاء اللي سويتها ذكري لنا أكثر خطأ أكثر فيك أو علمك علمني أكثر من الأخطاء التي سيخلينا في الإدارة إدارة الشركة كان عندي خطأ صراحة في التوظيف أخطأت في التوظيف من البداية أول شيء كنت محظوظة أني قدرت أقنع مجلس الإدارة يعطوني مبلغ عشان أستثمر في الفكرة الجديدة في الشركة حقتنا طيب ومن الأخطاء الفادحة اللي أنا سويتها وكان فيه سبب طبعا ليش سويت هذا الخطأ لذي قلت ثقة في النفس بنفسي أني وظفت ناس أجانب يعني عندهم شهادات كثيرة وجبتهم من برة من جامعات ما أقول أسماء الجامعات يعني ناس يبهروكي لو شفتي أنت سي في حقهم أو السيرة الذاتية تقولي واو صراحة جيت وجلستهم زي ما تقولي يعني جلستهم عندي في المكتب وأنا لسه ما عندي أشغال تشغلهم يعني فترة للقرار اللي تأخذي كمديرة أو مديرة شركة أنه متى وتوظفي ومين وليش توظفي وإيش الأعمال اللي لازم تكون جاهزة هذه صراحة يعني من الأغلاط الأبيرة اللي سويتها وتعلمت منها لأنه كنت في كثير كنت أشياء خايفة أتكلم مع الناس الثانين مع الشيء زي ما حكيتكم أول كنت كان عندنا شراكات مع الحكومات كنت دايما حاسة أنه أنا مو كفاية أنه أنا مو كفاية أروح أتعلم أتكلم معاك وزارة التربية والتعليم أنه مين أنا هذا السبب ووظفت مجموعة ناس عشان يروح يتكلموا ولا قدروا هم يوصلوا لهم الشغف اللي كان عندي كان هذه صراحة من الأغلاط وتعلمت ترى بس في كثير في كثير في كثير هذه واحدة بس صراحة جت على بالي شكرا لينا لا أفو يعني توظيف الشخص المناسب في الوقت المناسب من مهارات الإدارية الفعلا فعلا مهمة